مفاجأة خبير بيتنبأ بحالة الاقتصاد المصري في سنة 2024 توقع الخبير الاقتصادي المصري دكتور مصطفى ما ينتظر الاقتصاد المصري خلال العام المقبل 2024 خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري تسبيت سعر الفيدة أكد في تصريحات من اجتماع لجنة السياسات الأخيرة عام 2023 يعتبر الاجتماع الثامن والأخير في هذا العام والنصف الثانوي للموازنة العام 2023-2024 حيث قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفيدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير لعام 2023 وتابع أن التسبيت هو التنبؤ الأساسي في الجلسة الحالية خاصة مع تراجع التضخم للشهر الثاني على التوالي واللي وصل تقريبا لمستوى 35% وده بيدل على أن المعيار الأساسي في عملية التسبيت هو تراجع التضخم بحسب المؤشرات ويتوقع الخمير الاقتصاد المصري أن مصر هتنجح من خلال تسبيت سعر الفيدة في تراجع نسب التضخم حتى لو بنسبة بسيطة خلال العام المقبل ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفيدة 300 نقطة أساس منذ بداية 2023 حيث ارتفعت من 16.4% للإداع لـ 19.4% ومن 17.4% للإقراض لـ 20.4% حاليا وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات سنوية بواقع اجتماع كل 6 أسابيع لبحث أسعار الفيدة على الجنيه وكشف البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي شهد تضاطئا للشهر الخامس على التوالي حيث سجل 35.9% في نوفمبر 2023 مقارنة بمعدل 38.1% بنهاية أكتوبر الماضي المصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل ترجمة نانسي قنقر